المنافس الأول في فئة التلاوة يونس شاه مرادي وصفته لجنة التحكيم بأن صوته كاللؤلؤ بل هو اللؤلؤ فكيف لا يصل لهذه المرحلة تسمعون ليونس يتلو عليكم آيات بينات من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك يفقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم ما شاء الله يا شيخ يونس شيخ عبد الرحيم رأيكم سبحانك ما خلقت هذا باطلا الكلمة للشيخ مهلول شيخ يونس بارك الله فيك أثرت فينا وفي الشيخ ما شاء الله صوت كنت قلت فيه بأنه كاللؤلؤ وهو كذلك لديك ثقة تحسد عليها ما شاء الله حتى من كبار القرى ثقة الأداة والتسلسل والهدوء الذي في صوتك ربنا إنك من تدخل النار فقاد أخزيته أتيت بي نغم مواكبة تعبير نغمي غاية في الجمال ربي أحفظك إن شاء الله ربي سلمك ما زلت غصر أن الكافة هذه يجب أن يزيلها الشيخ مهلول فأنت لؤلؤ ما زلت غصر هو ما زلت غصر وأنا ما زلت غصر الكلمة للشيخ أحمد ما شاء الله عليك يا شيخ يونس جال في خاطري ورأيت بناظري أطياف الشيخ محمد رفعت شعر بدني لتذكري لهذا الجبل الأشم الذي ملأ الدنيا قرآنا أنت من تفرعات الشيخ محمد رفعت أرجو أن تفهم هذا وأن تكون على قدر المسؤولية فيما جعله الله لك حسن شكرا لك شكرا لك